السلام عليكم فوديز معكم خلود دعوالقي مؤسسة مشروع اوشي سوشي في الرياض ان شاء الله اليوم حسوي معاكم صالة الابوكادي بالتوت سهلة وسريعة ولذيذة ان شاء الله تعجبكم المكونات اللي حنحتاجها مكس من اي نوع خضار ورقية زيت زيتون صنوبر عصير ليمون ملح ديجون مسترد درايت كرامبيري او توت بري مجفف وزيتون كلماتا افوكادو وفلفل اسود بالنسبة للخضار الورقية اختيارية زي ما قلت لكم انا هنا هستعمل بيب سبنتش اللي هي السبانخ اللي حجمها صغير ونوع من انواع الخس الملون وبالنسبة للصنوبر يفضل يكون ني وانتو تحمصو في وقتها عشان تكون نكهة اقوى والكرامبيري هبريكم شكله اول حاجة هنسويها هنحمص السنوبر اللين ما يتغير لونه من غير زيت او اي شيء اهم حاجة انه اول ما يتحمصو توصو الى الدرجة اللون اللي انتو تبغوها على طول تنقلوو في زبدية عشان لا ينحرك وتستنو لين يبرد بعد كده عندي الزيتون شلت منه البذر وقطعت الشرايا حوريكم كيف تشيلو البذر بكل سهولة بس مجرد انكم تضغطوا عليها كده بالسكينة على طول تخرج بكل سهولة نجي للأفوكادو الأفوكادو يفضل طبعا انها تكون مستوية حوريكم كيف طريقة تقطيعها سهلة جدا بعدين حشيل البزرة منها بهذه الطريقة ولازم تحطوا عليها ليمون على طول حشان لا تتأكسد ويصير لونها أسود ده حين هسوي الدرسنج حق السلطة هحط الديجون مسترد مع زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل الأسود كده كل شي صار جاهز هنخلط المكونات مع بعض وتكون السلطة جاهزة للتقديم أضفت الخضار وأضفت لها الدرسنج بعدين حضيف الأفوكادو على الوجه والصنوبر والتوت والزيتون أضفت الزيتون والصنوبر وكده السلطة جاهزة للتقديم لو تحبوا ممكن تضيفوا زيادة درسنج على الوجه أو على جنب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر